الودية قريبة جداً ومباريات على مستوى عالي والمنتخب بلا مدرب هاي صارت شغل الشاغل وصارت حديث العالم وإحنا اتكلمنا بيها الناس انتقدتنا والناس يعني بعض المواقع بعض القنوات وبعض الناس الدخلاء على الرياض وعلى كرة القدم يعني الصدون بشكل سلبي خلال كترة السابقة ليش؟ مو انت شوف انت دائماً من تتكلم بالحق هسه كل العالم تكرهك ومن تتكلم بالواقع وبالمنطق الناس ما تريدك يعني يريدوك ان انت تجامل يريدوك ان انت ما تتكلم بالمنطق بالواقع اليوم ما نعرف قدر نفسي اعمل بما امتلكه اعمل بما اقدر عليه اعمل بما طاقتي يعني ما اعمل فوق طاقتي احنا دنسوي كل شي عكس العالم والدليل ان احنا دنصر على المدرب الاجنبي ومع العلم ان احنا نتائجنا يعني والتجارب السابقة ان احنا مع المدرب المحلي افضل من المدرب الاجنبي بالفترة السابقة دائما مني تكلم هذا يعني هذا المنطق الناس كلها تهاجمنا انتوا الدافعون على المدرب المحلي ولان انتوا هسا صرتوا مدربين ولان انتوا كذا ولان انتوا بس ما هو هذا المنطق وهذا الواقع وهذا النتائج يعني النتائج خير دليل انه انت تروحوا المدرب المحلي يعني افضل من المدرب الاجنبي هذا رأيك رأيي وهذا المنطق هذا المنطق والدليل انه انه النتائج السابقة بالفترات السابقة انه احنا دائما مع المدرب المحلي افضل ليش انت ما عندك يعني ما تطل المدرب الاجنبي وحتى المدرب الاجنبي كل المدربين محتراماتي يمكن يكون خطأان بس اكثر المدربين اللي جونة عادوا او صوقوا نفسهم على الحساب المنتخب العراقي اكو امثلة جوي خلال السنوات السابقة يعني احنا مشكلتنا مو باسم المدرب احنا مشكلتنا يعني مشاكل عدنا كثيرة